ليك أنت للآخرة وكمان نقطة مهمة جدا عشان توصل لولادك رسالة معينة إنك بتبر أهلك فيتعلموا البر منك لأن ابنك ده هيكبر لما يشوفك قاسي مع أبوه ربما يكتسب ده من غير ما أنت تدري لأنه خلي بالك مش كل حاجة احنا بنعلمها لولادنا إن احنا نقعد نقول لهم ابنك ممكن يتعلم منك حاجات من غير ما أنت تكون قاصد توصلها هو شافك شافك ما بتروحش لجده شافك لما جده بيجي عندنا بتتدايق شافك إن انت بتتكلم وحش عنهم مثلا سواء جده هنا أو هنا ما أحيانا يا دكتور علي ده رصيد هيتخزن لك وهيتشال فبنقول للأباء والأمهات مهم جدا وده الجزء اللي أنا كنت بتكلم فيه خلينا بقى دي ننهي بيها ودينا كده بقى نصايح كده للأب والأم عشان تلاقي ولادك جنبك بعد الستين بعد السن الستين أو لما تكبر خليك أخوز مليهم وهم صغيرين يكونوا هما في ظهرك وانت كبير ده مهم جدا لازم تبقى عارف إن اللي هتزرعه قبل الستين أو حتى في طفولة أولادك من أول ما يشبه على الحياة هو اللي هتحصده لما تضعف انت وتكبر مهم جدا جدا أن انت زي ما بتهتم بأن انت تأمن ولادك ماديا وتجوزهم جوازك كويسة وتجيب له شقة كويسة وتأمن له حياته وتحطي له فلوس اللي انت هتسبها في الآخر وتمشي بزاق الأهم من ده إن انت تسيب لهم سمعة كويسة سيرة كويسة حب اهتمام رعاية احتواء حضن دافي أبوة أمومة كويسة هو ده اللي هتلاقيه انت بعد الستين مش عايزين نسمع عن القصص الكتير ليه والله انا انا حد في المكان اللي انا ساكن فيه ستة كبيرة ساكنة لوحدها في شقة وللأسف تعبت وماتت وتحللت محدش داري بيها ومحدش سأل فيها انت بصي وصلنا وصلنا للدرجة دي حالات زي اللي انت قلتها كتير في مراكز ليه رعاية المسنين بالزبط تروح تلوم ناس ناس حلوين والله اعرف حد قال لي انا عندي الفيلا في التجمع بس انا مفيش حد يرعاني فانا بخاف أبات لوحدي ساب الفيلا وولاده اللي مسافرين بره ومتعلمين تعليم كويس وقاعد والله انا بقيت قاعد مش مستوعب ازاي الانسان لانه انا كنت رجل اعمال كويس وعندي 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 بس بخاف بات لوحدي رجعنا الطفل صغير بخاف انام لوحدي وخاف يحصل لي حاجة فبنقول لك خلي بالك من ان انت توصل للمرحلة دي امن نفسك بالحب والاحتواء والرعاية اللي هتزرعه في ولادك ما تميز بين ولادك خلي ولادك اديهم فرصة ان هم يفكروا بطريقتهم وبأسلوبهم ما تبقاش بتحجر على رأيهم وشايف ان ان انت الصح ولادك في زمن غير زمنك فما لاش الفجوة دي تكبر لان الفجوة دي هتبقى قاتلة ومدمرة